خفض بنكو إسرائيل المركزية توقعات النمو الاقتصادي الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.3% خلال العام الجاري مقابل 3% في توقعات سابقة وترجع شقل إسرائيلي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الضلال الأمريكي في السوق المحلية مع سمرار العدوان الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي الذي أرعب كافة المؤسسات الدولية وكافة اقتصادات العالم بقوة ومتانة مؤسساته أصبح في مهب الريح بعد عدوان إسرائيل الغاشم على الأراضي الفلسطينية فقد خفض بنكو إسرائيل المركزية توقعات النمو الاقتصاد البلاد إلى 2.3% خلال العام الجاري مقابل 3% في توقعات سابقة وكان بنكو إسرائيل المركزية قد أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة وسط تراجع لأسعار الشكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق هذا وقد لامس الشكل الإسرائيلي أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية مع استمرار التصعيد غير المسبوق الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأكد الخبراء أن حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استمراره في حربه على قطاع غزة ستكون أكبر من أي خسائر تعرض لها منذ عقود وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المالي الإسرائيلي ضرورة مراجعة الميزانية الحالية التي لم تعد مناسبة للوضع الراهن دعا العديد من الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى عدم استخدام موازنة عام 2024 بينما أعلنت وكالة موديس للتصنيف الاقتمانية أنها وضعت تصنيفات خمسة بنوك إسرائيلية قيد المراجعة للنظر في خفض تصنيفها وأوضحت الوكالة أن البنوك قيد المراجعة هي أكبر خمسة بنوك في إسرائيل وخفضت وكالة استاندر أندبورز التصنيف الاتماني لإسرائيل عند مستوى AA ومع ذلك فقد قامت بتعديل التوقعات المستقبلية من مستقرة إلى سلبية بسبب الحرب المستمرة وأرجعت الوكالة هذا تغيير إلى المخاطر الجيوسياسية والأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل الآن نتيجة للأحداث الراهنة اشتركوا في القناة